أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نتابع في هذه الحلقة الرقم ثلاثة أو الحلقة الثالثة من الوصايا الإلهية يقول الله تبارك وتعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشَّةَ إِمْلَاقٍ نَحْنَ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَاءِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءً وَإِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا إلى آخر الآيات الوصية السادسة حسب التسلسل القرآني وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا من المعروف الجاهلية الأولى أنهم كانوا يقتلون البنات خشية العار وخشية الفقر لأن البنت يظنون عليها أنها لا تنتج وإذا بعثوها للشغل قد يعتدى عليها فيكون منها العار أما الولد يقاتل مع أبوه بقتل بجيب غنائهم ويشتغل إلى آخرهم فيقتلون البنات وربما قتل بعضهم البنات والبدين خشية الفقر يقتل ابنه أو بنته لألا تطعم معه هذا في القرن في الجاهلية الأولى أما في الجاهلية الحالية أعداء الإسلام ينشرون بين المسلمين أنه يكفي ولده بنت أو ولد واحد أو اثنين من الأولاد حتى توفر لهم الرزق ليعيشوا حياة طيبة وتصرف عليهم بشكل جيد مع أن الله سبحانه وتعالى يقول نحن نرزقهم وإياكم فرزق الأولاد والآباء على الله وليس على آبائهم لماذا يقول لنا أعداء الله في المجتمعات الإسلامية أن نقلل من الأولاد ويرسلون إلينا في بعض الدول النامية يرسل إليهم العلاجات والأذوية الكثيرة والأنواع الممنعات الغريبة التي ردنا تؤذي المرأة من أجل أن يقللوا النسل يريدون أن يقللوا النسل حتى يستطيعوا السيطرة علينا وحجتهم بأن الأموال قليلة هم الذين يأكلون أموالنا البلاد الإسلامية هي بلاد الخيرات فيها البترول وفيها المعادن وفيها الفسفات وفيها الذهب وفيها الزراعة وفيها كل أنواع الخيرات ولكن أعداء الله عن طريق عملائهم في الانقلابات العسكرية أو في غيرها يسلطون على المسلمين فجاراً كفاراً أكثر من الكفار الأصليين لأنهم تبعوا لهم وعبيدوا لهم وحشوا أفكارهم بأشياء غير صحيحة من أجل أن يحاربوا المسلمين في نسلهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة وعندما يكون النسل كثيراً في الأمة يعني الرجل والمرأة يكون له عنده مثلاً أربع أو خمس أولاد معناها الأمة هذه ليست في شيخوخة ولكن عندما يكون كل رجل امرأة عندهم ولدين أو ولد هذه الأمة تكون في شيخوخة يعني الشباب هو المنتج فلما يكون الأمة ربعها شباب وثلاثة أرباعها عجائز غير منتجين لا يستطيعون أن يفلحوا ولا يزرعوا ولا يستغلوا مصانع ولا كذا ستتدهور هذه الأمة أما عندما يكون ثلاث أرباع هذه الأمة شباب وشابات يكون الانتاج أفضل أدركتم الخطة الفاسدة التي يخطط فيها للمجتمعات الإسلامية نحن لا نقول للإنسان ينبغي أو يفترض أن تنسي العشرين ولد أو خمسة عشر ولد أو عشرة أو ستة لا كل إنسان من وإمكاناته يعني بغاية أن يحسب حساب لتربيتهم التربية الأساسية أما الرزقه على الله فإذا كان لا يستطيع أن يربي دجاجة وأحب أن لا يأتيه أولاد كثر كيف هو أما أن يكون خط في المجتمع لقتل الأولاد هذا خط خبيث وخطير ولذلك تنظيم النسل جائز في الإسلام أما تحديده هذا المحرم الدول العالمية عندما رأت أنها ينقص شبابها صارت تعطي مال من أجل أن ينسل وعلى كله نقص الأولاد طريق الزنا يسبب نقص الأولاد طريق الفجور يسبب نقص الأولاد فيه طرق كثيرة يعني ليست قتل النفس بشكل مباشر أو العقاقير الطبية فكل هذا يسبب فقدان النسل أو قتل النسل بشكل مباشر أو غير مباشر فربنا تبارك وتعالى يوصينا نحن المجتمع المسلم إذا كنا فعلا مؤمنين مستسلمين لأمر الله نفهم هذه الوصية يقول لنا ربنا تبارك وتعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقَ الإملاق الفقر خشية الفقر إن نحن نرزقهم وإياكم فرزق الولد من الله مؤمنك قد تشتغل أنت وما يأتيك مال وعندما ترزق ولد يتشتغل ويأتيك مال فالرزق من الله سبحانه وتعالى وأيضا في الآية الأخرى قال في سورة الأنعام وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ يعني من ثقر نحن نرزقكم وإياهم إذن في الآيتين تكفل الله تبارك وتعالى برزق الآباء وبرزق الأولاد وفي الصحيحيني عن عبد الله بن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذب أعظم ما هو أعظم ذنب قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك تجعل لله الند المثيل يعني في الطاعة تطيع غير الله تسوي شريك هذا أعظم الزنوب الزنب اللذي لا يغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا أعظم الزنب قال ابن مسعود رضي الله عنه قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يفعم معك شاء ما يكون معك يقلل رزقك تقتله طبعا بشكل مباشر أو غير مباشر قلت ثم أي قال أن تزان حليلة جارك جارك الذي ينبغي أن تصون عرضه وأنت قد تطلع على عوراته فتسل عوراته تستغل هذا الجوار بأن تزن بحليلته وبزوجته والعياذ بالله تعالى هذا من أشد الزنوب الوصية السابعة حسب التسلسل الرباني في القرآن في هذه السورة يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الزنا مشكلة الجاهلية الأولى والحالية كل من حذر المسلمون في جاهلية ازداد الزنا والعياذ بالله تعالى المجتمعات الجاهلية في العالم الزنا عندهم أمر طبيعي كأنه شيء مسلم به فقط ينبغي أن يكون بارتراضي واحد يقتصب وحده أو وحده تسحب مسلس على واحد هذا ما يفصل وأن لا يكون في فراش الزوجية قد تستغربون إذا غابت زوجته أحد بعض الناس ليس كل المجتمعات الغربية هكذا لا في قسم منهم محافظون بقدر ما يستطيعوا ولكن أمور إذا فلتت من يضبطها وليأز بالله تعالى قد تتغيب زوجة شخص أيام بإذنه أو بغير إذنه ثم لمن تأتي يراها هي وصديقها سلموا على بعض خير وين كنت تأخرتي والله كنت نايمة عند فلان وسلم شرفنا هذا في المجتمع العربي في جاهليته الأولى لا يوجد ولكن عند أهل الخنازير يوجد والعياذ بالله تعالى فالزنا يعتبره الإسلام فاحشة بن الفواحش التي يختلط فيها النسب وتضيع فيها الحقوق ويفسد فيها المجتمع يفسد فيها المجتمع قد تستغرب إذا سمعت حادثة ذكرها لنا أستاذ درس في فرنسا يقول ذهب ليستأجر بيت لا يستطيع أن يستأجر بيت كبير فيستأجر يعني سموه بانسيون غرفة من بيت فأطلعه الدلال على غرفة تابعة للمنزل في طابق أرضي مدخلها لوحده وحاجيات لوحده وخمامة وكل شيء فأعجب بها ذهب ليستأجرها أعطى العنوان وحدد موعد فرأى فتاة في مقتبل العمر خارجا من هذا البيت تبكي مكاء مرا استأجر الغرفة بعد ما استأجرها حب الاستطلاع قال لهذه المضام اللي أجلت الغرفة جالسة المضام هي وزوجها المضام هي التباشر العقد قال لا عفوا أنا في وحدة طالعة من عندكم كانت تبكي إن شاء الله ما في شي في مشكلة مصيبة قالت له يا هي بنتنا قال لا خير إن شاء الله ما في شي أصابتها مصيبة آلا بدأ استأجر الغرفة هاي اللي استأجرتها أنت كذا من المال أرخص منهم قال لا خلاص بنتكم أولى مني أجلوها الغرفة تلغي العقد قال له لا تلغيها تضحق على غيرنا استاجر شبنا نحن انتفقنا ما رفض تلقي العقد هذا استغرب بعدين لما شاهد المجتمع مبني على كثير من الزنا فيه فهم الموضوع إذا كان الأب ما بيعرف هي بنته ولا بنت مين لاش لا حتى يخسر المال من أجله خلاص بلغة 18 سنة عندهم 17 يمكن السن القانوني بالنسبة للبنت صار عمر 17 سنة تروح تدبر حالة ما قد يصرف عليها نحن البنت عندنا إذا طلقت وكان عمرها 40 سنة بيت أبوها مفتوح وصدر البيت لها هذه هي كفالة المرأة وهذا هو الضمان للمرأة فإذا وجد الزنا ما عد هناك لا الضمان ولا صيل تفكك المجتمع أيها المسلمون نسأل الله العافي فالزنا يفكك المجتمع لذلك سماه الله سبحانه وتعالى فاحشة وساء سبيلا ساء طريقة أيضا نص الآية هنا قوله تعالى ولا تقرب الزنا ما قال ولا تزنوا بعض الجهلي قال يعني ما قال لا تزنوا هذا أبلغ في النهي من قوله لا تزنوا عندما يقول لك لا تقرب الزنا يعني لا تقرب مقدمات الزنا من النظر واللمس والتقبيل كل هذه الأمور والتكشف عند المرأة كل هذا قرب من الزنا لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة من بيتها مستعطرة فهي كذا وكذا أي زانية يعني كالزانية لأنها تريد أن تجد روائح الرجال إليها ويلتفتون إليها وينتبهون إليها فتغريهم بالحرام ولو كان لا تريد الحرام تغريهم بالحرام بغيرها فهذه كلها مقدمات للزنا ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة أمر قبيح الفاحش الأمر قبيح ما تستقبحه العقول وساء سبيلا ساء فريقة انتبهوا أيها الإخوة واسمعوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لدى حديث يدل على أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام النبي الأمي كلامه معجز الكلام الذي يأتي به لا يستطيع أن يأتي به بشر في ذاك الوقت أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأمراض التي تنتج عن الزنا من قبل 15 قرن وكشفها الناس في هذه القرون قرن العشرين والواحد وعشرين كشفوا أن الزنا والاتصالات بين الرجل والمرأة من هنا ومن هنا كذا ينقل الأمراض حتى يصل الأمراض ولياذ بالله تعالى إلى الأمراض المستعصية على الطب وهو ما يسمونه نقص المناعة فينتقل إلى الزرية والشفاء منه عسير ولو حصل الشفاء يكلف تكاليف باهظة جدا هم كشفوا هذا ومع ذلك ما قالوا الزنا محرم ولا ينبغي أن يزني الإنسان رجلا كذا أو برأة الرسول عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا من قبل 15 قرن قال عليه الصلاة والسلام ما فشت الفاحشة أي الزنا في قوم إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم نسأل الله العافية إلا ابتلاهم الله بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم روى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إذن لي بالزنا الاسلام كله زين وآمن الولاد بس بده الزينة يعني ما بسطيع اضبط عصابه فأقبل عليه القوم فزجروه وقالوا مه مه يعني سكوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادنه ادنه هالها اسمها السكت يعني اتعال فذنى منه قريبا فقال عليه الصلاة والسلام اجلس فجلس الفتى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتحبه لأمك تريد واحد يزنب أمك قال لا والله جعلني الله في ذاك يا رسول الله قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال أفتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله في ذاك قال ولا الناس يحبونه لبناتهم قال أفتحبه لأختك قال لا والله جعلني الله في ذاك يا رسول الله قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال أفتحبه لعمتك قال لا جعلني الله في ذاك يا رسول الله قال فلا ولا الناس يحبونه لعماتهم قال أفتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله في ذاك يا رسول الله قال ولا الناس يحبونه لخالتهم قال فوضع أي النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وأحسن فرجه قال فلم يكن بعد ذلك الفتاة يلتفت إلى شيء من ذلك طلع من قلبه هذا بإذن الله وباختياره ما يقال يقول عن صدق اللي بدأت تزني فيها يا أخت فلان يا مرته يا بنته يا أمه يا عمته يا خالته نفسك انت تريدو حاجزني بقنك وبنتك وعمتك وخالتك لا طيب ترى هذا تنتهي حريتك انت يا حرية الآخرين مو مثل حرية الكفار اللي هذا الرئيس المريطاني قال يا حرية عندما يشتمون الرصوص على سلام هاي ما هي حرية هيقلت حيا وإجرام ليش عندهم جريمة يعاقب بالسجن من يعني يؤزز السامية أو يشتم السامية اليهود يعني لأن اليهود أسيادهم يعبدون اليهود هم حمير اليهود لأنهم ليعلموا هذا هادع الهامش ما لا علاقة أخرج ابن أبي الدنيا عن الهيثم بن مالك الطائي مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجلا في رحم لا يحل له ثم الوصية الثامنة يقول الله تبارك وتعالى فيها ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا لا تقتل النفس التي حرمها الله إلا قتلا بالحق يحله الله ما هو القتل الحق الذي يحله الله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحل دم ممرئ مؤمنا إلا بإحدى ثلاث اشهدوا أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث اسمعوا أيها الناس اسمعوا يا دواعش اسمع يا مفتي في مصر الذي أفتيت بأن يضرب بالمليان للمسلمين أنت لست من المسلمين إن اعتقدت هذا هذه فتوى يهودية سميتها أنا قال له أضرب بالمليان لم يضرب لناس عباة تردوا ما بدون الحق لا بالزرد يحقبوا ولياز بالله تعالى لا يحل دم ممرئ مسلم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس قتل نفس يقتل عقاب حتى يرتدعوا الناس ما أحد يقتل أحد والزان المحصن الزان المتزوج إذا ثبت عليه الزنا بشهود أربع أو بإقرار أربع مرات والتارك لدينه المفارق للجماعة المرتد يعني لما يكون في مجتمع إسلامي ودولة إسلامية اللي برتد عن الإسلام هذا الذي يعاقب مو أنت يا داعشية ما بعرف إيش اللي ما بايعك هذا مرتد تقتله هذا مرتد تقتل المسلمين تترك الكفار تقول هدول هدول الكفار أصليين بالأصد بس هدول المسلمين في المجتمع المسلم هدول إيه ارتدوا بتجي بتقتله أي دين هذا هذا دين بروتستانتي أمريكي ما بعرف من جايبينه صنعوه من شدة الظلم للمسلمين أو بتخطيط منهم ثم جاءوا ليقتلوه وينفروا الناس من الإسلام ومن قتل مظلوما طيب أود أن ألفت النظر إلى أنه لماذا يقتل المرتد لأن اليهود اليهود اللي اندسوا في كل دين حتى يخربوا من الداخل وقال لي أحد النصارى في مصر عندما وصل للسد هذا البابا الذي برأ اليهود من دم المسيح وفلته اليهود على العالم وأصبحوا حكام مسلمين أكثر صهينة وليس بالله حكام الأوروبا صهينة قال لي هذا النصراني قال هذا البابا يهودي تدرج حتى وصل للبابا فيه وأيضا عندنا يا إخواني المسلمين عبد الله بن سبأ اليهودي دقل في الإسلام لا ليسلم ولكن ليتظاهر بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وشيعته فشيعه الشيعة فأفسد الشيعة وأدخلهم إلى مدخل غير دين الإسلام جعلهم يعبدون عليا وغير علي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نحن إسلامنا عبادة الله والتحرر على العبودية المخلوب نحن نحب آل البيت لنتبعهم في طاعة الله ورسوله أما إذا عسوا الله ورسوله فلا حظ لهم علينا ولا سلطان لهم علينا فالقاتل المرتد يقتل حتى اللي بديدخل في الإسلام يحسب حسابه يدخل عن دراسة ووعي واقتناع دون أكراه ما في أكراه في الدين والذي يدخل هكذا لا يمكن أن يرتد أما الذي يدخل يرتد ويجعل المسلمين تشككون في دينه يقولون شوفوا فلان والله دخل في الإسلام ما عجبوا معناها الإسلام أمو تيذ فهذا عقاب القتل يقول سبحانه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان مصورا نعم جعل الله تبارك وتعالى لوي المقتول سلطان إما أن يقتل القاتل بطبعا بحكم الحاكم وإما أن يرح لحاله يقتله وإما أن يعفو ويقبل الدية وإما أن يعفو عن كل شيء عن الدية وعن القاتل كما يريد له سلطان فلا يسرف في القتل يعني لا يقتل بشكل غير صحيح ولا يقتل غير القاتل ولا يقتل أكثر من القاتل هذا كل إسراف في القتل لا يجوز ويعاقب عليه بالقتل إذا فعل هذا إذا قتل غير القاتل أو قتل شخص آخر إنه كان منصورا إن الولي سينصره الله سبحانه وتعالى ثم تأتي الوصية التاسعة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن نتم إن شاء الله في حلقة قادمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة